حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال أبو معاوية بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال يا رسول الله فأي شيء أتقي قال فأشار بيده إلى لسانه حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حدثنا ابن شيهاب ويزيد بن هارون قال أنبأنا إبراهيم قال حدثني ابن شيهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العملي عن سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أكبر ما تخاف علي قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا قال يزيد في حديثه بطرف لسان نفسه حثنا علي بن اسحاق قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقافي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا فأخذ بلسان نفسها